لو عندك كشف حضور وانصراف لمجموعة من الموظفين زي ما انت شايف وعايز تحسب عدد ساعات العمل لكل الموظف في البداية بتقوم بتصميم الكشف بالشكل اللي انت شايفه ده وبترتف فيه وقت الحضور ووقت الانصراف لكل الموظف ولكن هنا فيه نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها وهي بالنسبة للموظفين اللي بيشتغلوا الشفت الليلي يعني الموظف يشتغل من بالليل للصباح طبعا عندك هنا الموظف رقم اربعة من خمسة اي ام الى تمانية اي ام يعني من خمسة صباحا الى تمانية صباحا ودي طبعا خطأ علشان تعدلها لازم تكتب نظام الساعات هنا بالنظام اربعة وعشرين يعني بتيجي هنا على الخمسة وبتكتب سبعتاشر نقطة تنفق وبعد سفرين انتر عشان يكتب لي خمسة مساء وهنا ايضا نفس الطريقة سبعتاشر نقطة تنفق وبعد وخمسة انتر كده اصبح الموظف بيشتغل من خمسة مساء لحد تمانية صباحا علشان تحسب عدد ساعات العمل الفعالية لكل الموظف بتقف عن اول خلية وبتكتب يساوي وهنستخدم هنا دلة مود ام او دي وبتختار الدلة وبتقول له وقت الانصراف ناقص وقت الحضور وتبعا فصلة منقوطة وبنختار هنا الديفايزر اللي هو نظام من عمل اللي هيتم استخدامه بنكتب واحد يعني نظام العمل باربعة وعشرين ساعة ونقفل لكوس ونضغط انتر وبنقف اول خلية ونسحب لاخر خلية بيظهر معاك بالشكل ده طبعا انت لو بسيت على الموظف رقم اربعة بيبدأ من الساعة خمسة مساء لحد الساعة تمانية صباحا عدد الساعات اللي عمل فعالية طبعا تلس ساعات ودي غلط عشان نحل المشكلة دي بنحدد الخلاية بالشكل ده وبنضغط في روحة المفاتيح كوترول رقم واحد وبنجي هنا في الطايم بنختار التنسيق التاني ده وبعدين نضغط اوكي هتلاقي عندك هنا بدأ الساعة تمانية وانهى الساعة واحدة الضهر عنده خمس ساعات وعندي ايضا هنا في الموظف رقم اربعة بدأ خمسة مساء وخلص تمانية صباحا اصبح عدد ساعات العمل عنده خمستاشر ساعة ولو عايز اغير في شكل عدد ساعات العمل بضغط كنترول واحد في لوحة المفاتيح وبعدين اضغط كاستم واجه هنا الغي الاس اس آف هنا وامسح كده الاس اس اللي هي الثواني وبعدين اقول له اوكي هيظهر لي بالشكل انت شايفه ده بكده انا حسابت عدد ساعات العمل الفعلية لكل موظف